نور على مر الزمان تألق لأن الله عز وجل ذكر فيها قصة أصحاب الكهف ولم تذكر هذه القصة في صورة غيرها فعلماء اليهود قالوا لهم سلوه عن أمور ثلاثة فإن أجابكم عنها إذا كان جاوبكم مع ذيها وأخباركم فهو نبي حقا من حفظ عشر آيات من صورة الكهف أو من أول صورة الكهف عُصِمَ من الدجَّال سبيله وانتهج نهجه واتبع طريقه إلى يوم الدين أما بعد أعزاء المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا اليوم مع برنامجكم المتجدد آية من كل صورة ومع الصورة الحادية عشر من صور القرآن الكريم ألا وهي صورة هود هذه الصورة المكية التي نزلت قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وعدد آياتها ثلاث وعشرون ومئة معنى عدد الآيات لهذه الصورة مياه وثلاثة وعشرين آية وكما سمعتم فهذه الصورة مكية بمعنى أن مقاصدها وأهدافها العامة تدور كغيرها من الصور المكية حول إثبات الأصول الثلاثة إثبات عبودية رب العالمين وأنه لا شريك له الأصل الثاني إثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مرسل ومبعوث من رب العالمين والأصل الثالث هو إثبات المعاد والحشر وبعث الأجساد يوم القيامة هذه الصورة أيضا مما تضمنت قصص كثير من الأنبياء والمرسلين ذكر الله عز وجل فيها بصورة مطولة قصة نوح مع قومه وأيضا قصة هود عليه السلام وبه سميت الصورة لأن غيرها من الصور ممن ابتدئت بكلمة ألف لامر لم يرد فيها ذكر لقصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أيضا جاء فيها قصة نبي الله صالح ونبي الله إبراهيم ونبي الله لوط ونبي الله شعيب وختم الله عز وجل القصص بقصة نبي الله موسى عليه السلام طبعا هذه الصورة العظيمة أيضا تضمنت آية من الآيات العظيمة وهي الآية المختارة لحلقتنا لهذا اليوم وهي قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير هذه الآية الكريمة جاء فيها أمر ونهي وموعظة أمر ونهي وموعظة الأمر الأول هو قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاستقامة فاستقم أي فاسلك السبيل التي أمرك الله عز وجل بسلوكها امضي على الطريق التي أراك الله عز وجل إياها وصنعها لك دم وواصل واستمر على النهج الذي نهجه لك رب العالمين سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت الاستقامة ضد الإعوجاج بمعنى إذا استقمت بمعنى إذا أخذت الطريق المستقيم فإنك لا تحيد عنه يمنة ولا يسرى الطريق المستقيم هو الطريق مستقيم الذي لا يعوج ولا يمير بمعنى ذاهم في الاستقامة قويم مقوم فاستقم كما أمرت وهذه الاستقامة إنما من شأها ومبعثها من شريعة رب العالمين كما أمرك الله عز وجل فاسلك وانهج لا تسلك الطريق الذي يأمرك به هواك أو تأمرك به نفسك الأمارة بالسوء أو شهوات النفس أو الشيطان وإنما سلك السبيل والطريق الذي أمرك ربك سبحانه وتعالى به والاستقامة على دين الله تعالى هي التي يصير بها العبد من أولياء الله المتقين قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال الله تعالى أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذه البشرى الكلام الطيب الوعد الصادق الذي تبشر به الملائكة هؤلاء الناس هؤلاء العباد هؤلاء الصالحين لماذا؟ لأنهم كانوا من أولياء الله تعالى ولماذا صاروا من أولياء الله تعالى؟ لأنهم آمنوا واستقاموا الله عز وجل يقول في آية أخرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذه البشرى هي التي ذكرت في الآية السابقة تتنزل عليهم الملائكة عند موتهم عند سكرات الموت عند الفتنة العظيمة فتنة الممات تتنزل عليهم فتقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا أي لا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه لأنكم مقبلون على النعيم على الرغد على اللذة على السعادة على المقام الرفيع عند الله تعالى ولا تحزنوا ولا تحزنوا على ما تركتم وعلى ما خلفتم وراءكم من أموال وأولاد وذرية وأزواج ووالدين وأقرباء وأصدقاء لا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون هذه هي البشرى التي تنزل على أولياء الله تعالى فإذا أردت أخي المسلم أن تكون من أولياء الله وإذا أردت أختي المسلمة أن تكون من أولياء الله فعليك بأمرين الإيمان والاستقامة الإيمان والاستقامة هذه الاستقامة على دين الله تعالى هي التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها وفي بيانها وفي توضيحها وفي تجليتها كيف تكون قال لن يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه بمعنى هذه الاستقامة التي أمرك الله عز وجل بها والتي أمر بها نبيه وأمر بها أتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تكون بأمرين باستقامة القلب واللسان استقامة القلب على العقائد الصحيحة وعلى الأخلاق السامية وعلى الطاعات الزكية وعلى الأعمال الصالحة واستقامة اللسان أيضا على الأقوال الطيبة التي يحبها الله تعالى ويرضاها لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه هذه الاستقامة أيضا أمرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وقال أيضا سددوا وقاربوا وأبشروا وقال لعلي بن أبي طالب سأل الله الهدى والسداد اسأل الله الهدى والسداد وتذكر بالهداية هدايتك الطريق كي تكون فيه طريق تتمشي وما تعرفهاش فإنك تستوك الجادة لا تتمين له هاك له هاك لماذا؟ لأنك تخاف أن تتيه تخاف لتوذر الطريق تخاف أن تضل وهكذا في سيرك إلى ربك عليك بالاستقامة وتذكر بالهداية هدايتك الطريق وتذكر بالسداد سداد السهم نحن عندنا السهم في واقعنا هو البندقية مثلا الإنسان اللي بغي صيد شيء مثلا بالبندقية وليكون صيد مثلا تحت أعماق البحر شي دير يسدد يسدد سهمه يسدد رصاصته إلى صيده وهكذا يتذكر الإنسان بالسداد سداد الرمية حتى تصيب هدفها وأنت أيضا عليك أن تعد برنامجا خاصا لك ليس في تجارة وليس في صفقات وليس في بيوع وإنما برنامجا للدار الآخرة برنامجا تستقيم به على دين الله تعالى حتى تكون من المهتدين حتى تكون من المسددين فاستقم كما أمرت ومن تاب مأك ولا تطغوا فأمرهم بالاستقامة ونهاهم عن الطغيان والطغيان هو مجاوزة الحد بمعنى واصلوا واستمروا وامكثوا على استقامتك لا تزيدوا ولا تنقصوا لماذا؟ لأن الشيء الطاغي قد يكون الطغيان بالزيادة عندنا الماء عندما يفيض يطغى الله عز وجل قال إنا لما طغى الماء أنا طغى بأمواجه الكثيرة إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وأيضا ينقص الدين أيضا إذا أنقص منه صاحبه بمعنى أن المسلم يحيد عن سبيل الاستقامة إذا أنقص من الدين فعليك أن تعمل بهذا الدين كاملا لا زيادة فيه ولا نقصان وربك سبحانه يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيجب عليك أن تعمل بالدين كاملا من غير زيادة ولا نقصان ولا تطغوا لا تزيدوا ولا تنقصوا ثم تأتي الموعظة التي يختم الله عز وجل بها الآية إنه بما تعملون بصير فالله عز وجل يعلم عباده ويخبرهم أنه بصير بأعمالهم ورب عندما يخبرك بأنه بصير بأعمالك بصير بأحوالك بصير بأقوالك هذا الأمر مفروغ منه معلوم عند كل الناس لكن حتى تستفيد منه شيئا ما دام الله عز وجل رحب بصير بالأعمال التيعك فإنه سيحاسبك عليها لأن من لازم الإطلاع على الأعمال من لازم مراقبة الأعمال الجزاء عليها بمعنى أن الله عز وجل رحب مطلع على أعمالك وسيجازيك عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشرا فإذا أنت استقمت ستجد الجزاء بالحسنة وإذا أنت طغيت ولم تلتزم سبيل الاستقامة ستجد الجزاء بالسوء كما قال الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون وفي المقابل قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة والإحسان أن تستقيم على دين الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الباب اللهم ارزقنا السدادة والهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغنى إلى حلقة أخرى بحول الله تعالى استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم وفعكم الله لكل خير وألقاكم على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا